نيجي للجد بقى هلو أنا اسمي سيف رمضان أنا الفاوندر بتاع بلومز إيجبت بلومز شركة بتدت من 13 سنة بتشتعل في مجال تنمية شخصية وثقافة الأطفال ومهاراتهم الـ soft skills بتاعتهم فإحنا بنعمل إعادات قادة بنعمل برامج لتنمية المهارات ده من خلال برامج مختلفة زي السامر كامبس في الصيف وعندنا وينتر كامبس في الشتاء كمان عندنا مع المدارس بنعمل برامج مخصصة ليهم تيلرد للـ educational content بتاعهم وكمان بنعمل لهم رحلات بر مصر ثقافية وجومة مصر طبعا من الحاجات اللي لسه مخترعينها السنة دي أو السنة الفات التي ابتدت الميليتاري ستايل كامبس لأن الأطفال دلوقتي طبعا عادة في السكرينز طول الوقت مفيش أي سوشال انتر اكشن شوية مفيش انضباط أو كده فالميليتاري ستايل كامبس دي أنا جربتها ولقيتها غيرتني كتير فحبيت إن أنا أطبقها مع الولاد وفعلا جابت نتيجة قوية جدا متعلمهم حاجة اسمها جريت الجريت ده اللي هو الإصرار ومهما حصل أنا هكمل لقدام يعني كمان دخلنا السنة دي لأن ده طبعا مجال واسع جدا ومحتاجين إن إحنا نركز فيه دخلنا مع الشركة في الهند جيبنا الفرانشايز بتاعهم عندهم أونلاين صوفتويرز بنعلمها هنا في مصر وبحس إنه الليلات تتدارج لقيت لما تخش الجامعة تبقى قادرة تعمل بتاستخدم الكمبيوتر المختلفة بس كده عملنا صال أكاديمي صال أكاديمي ده من أكبر البرامج بتاعتنا ده اشتغل في الجامعة الأمريكية للمدة 3 سنين إحنا جمعنا كل البرامج الحاجات اللي كانت مفيدة وشدة الأطفال في برنامج واحد فبقت الأطفال بتجي لنا كل أسبوع في الجامعة بيعملوا تنمية مهارات أنشط تنمية مهارات بيعملوا فنون مسرحية غنى وتمثيل كمان كنا بناخدهم رحلات جوه مصر عشان يعرفوا بلدهم أكتر نحن مهتمين بحتة أنه هو يبقى عنده انتماء لبلده أكتر لأن أولاد معظمها يعني محتاجة تعرف مصر أكتر فنوديديهم حتة مختلفة يعني بنروح مثلا الهرم في سقارة في حتة تحت الأرض مدينة كاملة تحت الأرض كانت الفراعنة بتدفن فيها الآلهة بتاعتهم فحتة هو مش حرهوها مع أهليهم يعني أنا جاي النهاردة طالب investment عشان أنا محتاج مكان إحنا بقالنا 13 سنة bootstrapped بمعنى الكلمة أنا الانيشل فوند بتاع الشركة اللي بديت بيه كان 120 ألف جنيه وما تحطش ولا جنيه بعد كده في الشركة كله سلف فوندينج محتاج resources محتاج مكان أقدر أشتغل فيه في التجمع ومكاني بقى جنب البحر عشان ده حيأتراكت ناس من بره مصر ومن جوا مصر وفيه احتياج قوي جدا ليه زائد التيم يعني التيم بقى professional أقدر أشتغل معني إن الناس اللي هتشتغل معي بصراحة هم ظهري لغاية النهاردة حتى في وقت الكورونا لما حصل يعني knockout knockout معنى الكلمة يعني إحنا عدنا 2 years مفيش تريفون بيرين فالناس اللي كانت معي طبعاً ذهاتوا يروحوا أماكن تانية عشان يكملوا حياتهم وهم دول ظهري لكن أنا كمان عايز ناس بقى يعني درس أكتر في المجال سواء marketing أو season إذن عمرنا ما كان عندنا حد مواجهة إحنا كلنا كنا بنعمل كل حاجة كده يعني بالحاجات اللي احنا بنتعلمها من الأخطاء وإحنا طبعاً أخطاءنا كتير جداً وقعنا كتير جداً ومكملين وإحنا نعتبر من يعني الثلاث شركات المعروفة في السوق في المجال بس طالب كم يا سيف؟ 8 مليون مقابل 20% إزايك يا سيف؟ إزاي حضرة؟ إحنا تقابلنا من إيه؟ من عشر سنين أو سبعة سنين سبعة سنين حاجة كده وجيت لحديثة كنت بتكلم على سؤال أكاديمي يس مضبوط لو أنت داخل علي كده وطبعاً لما شفت سؤال أكاديمي كان طالب كم أيامية؟ والله يعني سيف أياميها فعلاً أنا أعجب من اللي إنت يعني إحنا فعلاً كنت في ما تقابلنا فعلاً I think six or seven years ago وكانت نصيحتي دي ساعتها keep doing what you're doing you'll reach somewhere فأبارنتي you did في الشخصية اللي قدامنا دي الله ينور يعني I'm so happy إن أنا شوفت حاجة زي دي وهي لسه دي كده بس سمعني بقى عشان تفرحني أكتر كده what happened في الست سبع سنين دي كأرقام أتليست وحجم البيزنس ونمبر of kids والحاجات دي كده طبعاً 2019 ده كان البيك بتاعنا كان كان صول اكاديمي بقى بقى تقريباً أربع سنين الجامعات حتى بقت بتستعين بينا إن إحنا نعمل لها البرامج بتاعتها إحنا اللي ننفذها فكان الموضوع بتدى يكبر جداً فابتديت أعمل حتى أجيب حد كونسولتنت في الماركتنج لإن إحنا كل البرامج بتاعتنا مصورينها ودي ميزة فأي حد بشوف الفيديو إزاي ما نعرف كوش إزاي ما نعرف كوش لكن للأسف ما عنديش بودجت ما عنديش أنا كل الحاجات سوشال ميديا وويردوف مالث لكن ما فيش مدارس أقدر أحط بوث أو ما عنديش خدرة كريسورس اللي أنا أعمل كده 2019 جبت ناس كونسولتنس عشان يعملوا لي ماركتنج كامبانز جت 2020 خدت نوكاوت ادينت بقت عملية بس الحمد لله يعني وصلت الكام بقى في 2019 2019 إحنا كان وصلنا أن إحنا عندنا تقريباً 1500 طفل على مدار السنة كان تقريباً ما بعتنا ساعتها حوالي 2 مليون وربع تقريباً قبل 2019 إحنا كان 1500 1200 800 600 ده كان التلقى الخمس سنين لقبل 2019 السنة دي عاملين تقريباً 750 وحجم مبيعات 4 مليون جنيه فول يير 4 مليون جنيه؟ أنا بشارة من سبتمبر يعني بحسبها من سبتمبر السبتمبر اللي فات يعني مكسبك فيهم قديم؟ إحنا بدأ من 55% gross revenue gross profit gross profit في أكتر program بسر أحمد أنا مستني إيه وعا حضرتك تقولي أنا out أنا أنا النهاردة حاصل تعيني عليك على فكرة دي السؤالي حابس طبعاً حاجة جميلة جداً أنت ملكسة على الأطفال إن إحنا عندنا في مصر ومشكلة ضخمة جداً في موضوع الأطفال هيتلاقي في كل أوروبا والعالم كله في كل حتة في مكان الأطفال عشان قاتل انترتيمت لهم مصر دورة معدمين خالص في أي مكان عشان قاتل ما بيجيبوش داخل جامد في كل حتة فبالتالي محدش مركز معاهم كـ في أي compound أو في أي مشروع انت بقيت رأيك سبعة سنين 13 في كل ده انت عملت السنة دي بس حوالي بعمل يوم جنيه ياس ومش حاس إن الجنوس قليل قوي على مدى عشر سنين طبعاً حتى في الأربع سنين جايين إيه اللي هيعمل عندك فرق إجامد أنا كل ده بقى أكلم حضرتك إنه واحد بيشتغل تقريباً ما عندوش لا بيزنس ديفلوبمنت ما عندوش ماركتنج ما عندوش سيء ما عندوش حاجة يعني إحنا بنشتغل فعلاً بالpart timers اللي موجودين بنطلع شغل كويس لكن يعني أنت خانق الموضوع خالص هوافر أنا بكلم حضرتك إن ليه أنا متأكد إن فيه ماركت لأن أنا عندي يعني تراك راكرد يبين إن فيه ديماند كل اللي بيجي لنا أورجانيك ناس اشتغلت معنا ديتراستاس فعايزين يجونا تاني لكن مفيش حاجة جاية من إن أنا شفت حاجة زي مثلا البروغرام ده شفتوكو في بوث عملتو مش عملتو زي اشتراك شهري بيبقى الأهالي بتيجي عشان نعلمهم صوفت سكيلز نعلمهم حاجات زي فنون مسرحية وهكذا سيف الأربعة مليون اللي انت باعي بيوم ده ده 12 شهر ولا دي 6 شهر؟ من شهر التسعة لغاية النهاردة أوكي طب الربحية كام عليها؟ النات إنكم بتاعك كام؟ 55% ده الجرس الجرس وبنشيل منهم بيرسة في الآخر 25% أوكي الأربعة مليون عملين لك مليون تقريب رفضا والمليون عايز فيهم 40 مليون خلي باخدك أنا باتكلم إنه مش على اللي أنا بعمله دلوقتي لأن اللي أنا بعمله اللي أنا بوضحله بس أنا مش داخل معاك أنا بس بوضحله بس لا أنا مش هاسأل مقتنع أو لا حضرتك لا أنا أنا أوت بس مش عشان حاجة يعني معينة أنا أوت عشان أنا مساهم في حاجات الشبه دي في خايف إن يبقى في تعارض لكن اللي أقدر أساعدك بيه أنا بفتح مدارس 5000 طالب فهاجربك يعني هحطك واشوف لو البرفورمانس بتاعك يعني طلع كويس عندي أجساس لعشرين ألف طالب يعني غير أن أنت مستثمر في حاجاتك يعني أنت مش شايف أن 40 ضعف في البيزنس كتير كتير مش تاكب طبعا بيزد كمان يعني معلش يعني إحنا كنا بنتكلم على تاكب بيزد شوية وهي معتمدة على شخص دلوقت يعني بس يعني لا يعني الشخص برضو معايا نس لا يعني هي معتمدة برضك 40 ضعف 40 ضعف يعني أنا عمري ما سمعتها بس هي هذا هو مدرس جيد يعني إحنا كلنا نحب فإنت مثلا لو عايز أحمد السويدي قوي ادي له أفر لا يمكن أن تتبع طب أسمع بقى من أستاذ أحمد والموسيق موانس أنا أرض يعني فكرة هاي لها واللي بتعمله ده شيء عظيم صراحة وحاجة فعلا بلد محتاجها يعني والنصر في الأعمار دي محتاجها يعني مش موجودة بس تاني 40 ضعف الربحية 10 أضعاف الربحية لو أنتو انترستد لو أنتو لو حد انترستد أنا هحلاك بس أنتو خمسة موانترستد طب الأضعاف هل بزي هاجبها له بطريقة تانية خالي طب ما نجابها بطريقة تانية أنا هقول حاجة ممكن تساهل بس حدي يقول أنه انترست دي الأول أنا مش عايزة دبس حدي هقول حاجة ممكن تساهل عليك الموضوع الابروتش المفودي المختلف وأنا معرفش الكمبيتشن بيعمله إيه بس أنا أعتقد الناس اللي زيك الميزة الحقيقية عندهم هي المحتوى نفسه الميزة الأساسية عندك الـ والأكيوميليتد نولدج والأكسبرينس اللي انتو اكتسبتوها في خلال 13 سنة ده مش قليل انت عندك ناس شغالين معاك النهاردة كانوا أطفال بيتعلموا عندك من كم من 6 سنين ومن 7 سنين يعني إحنا كدفالوبر ممكن نساعد في حاجة زي دي عادة وأكيد انت سمعت على الموضل ده شكي بيقول لك أنا معرفش حدقة تديني المكان هل ستني تعمل إيه انت المفروض تروح لناس زينا هم اللي يصرفوا على الأساس أنت متصرفش على الأساس عندك أفئ؟ عندي بيزنس أفئر نعمل مكان وأصرف عليه ماركتينج أنا بس أنت أعرض حسنا بالغاية أفئر التي تمكنك إدفع بس أوه لو فيها بها فيه أكوتي أفئر العكس أنا سعيتها مشاقدة أعمل لك أكوتي أفئر عشان أعرف أديك بنيفت دوت من أنا بس أنا عايز أقول للرقم الرقم كان فيه جزء لتجهيز المكان وجزء الوضع لتجهيز المكان انت مش محتاج ده كله انت عندك افر اول مرة جديدة بقى الكاميرا دي تخذ موضوع الاطفال ده بهم جدا جدا وموضوعك مصر معدم فالسجود دي حتى نفكر هاو نحن نعمل حاجة عني لو ايمن وانت يا عبدالله وانا ندخل ناخد 500 ونمول ونبدأ بمكانة عند عبدالله انا موافق انا مش حادر يقولك لا طبعا يا احمد بس انا عندي مشكلة مع هو شخصية معانا معاك انت مش مع فكرتك ومش معاك شخصية بس معاك انت كاونر اوف بزنس او كا انت بقى لك 13 سنة تخيل انت زرعة اتزرعت من 13 سنة وطلعت من فوق الارض وما كبرتش دي فيها مشكلة كبيرة جدا مهما قلتلي من اسباب اول حاجة مفيش زرعة حد بيجي يشدها من فوق ولا يساعدها ولو انت حتى حتطلها حتة خشبة هتبقى ضعيفة فاي بزنس من اللي انت سمعت عنه او بتسمع عنه النهاردة هو كبر في نفس الظروف اللي انت فيها فيش حد كان عندو حد جي ولا زاق و و و و يعني او ده الحقيقي هو فين ابن بال جيتس و فين ابن ستيف جوبز و فين بنت ده ما عندهم كل امكانات نفي العالم طيب او بأ ارض مش يعني مج السؤال بالكام وبأس كلا هو الكمبال قم يعني الناس اللي موجودة عندها اه انا ماش دعوة انا مش بأكمل حضرتك في البيزنس بتاعك انا بأكمل حضرتك في العام انا بأشتغل والناس اللي أنا بنشتغل يعني مع بعض كده في 30-40 ساكتر 20 ساكتر تمام؟ أنا بكلمك عام وعلى التجارب الشخصية بتاعتي يعني واللي أنا شفته أي حاجة بتطلع بسبب وقت ما السبب يقف الحاجة وقفت بس في حاجات بتبقى محتاجة فيتامينز في حاجات بتبقى محتاجة البيزنس بتاعك ده في العالم كله هو شغال على الأسد اللي هي في الصيف تبقى فاضية يعني أنت مش محتاج حاجة محتاج شوية برشورات وبحتاج ويبسايت وديجتل وتروح تتعدي على المدارس وخلصة القصة على كده يعني مش مش كل كامبسز في الصيف أي كامبس في الصيف هو فاضي روح يستخدمه بالعكس هياخد آه بس إحنا مش بندور إحنا مش بندور إن إحنا نشتغل وقت ما اللي في كامبس ده يبقى فاضي إحنا عايزين 13 سنة 13 سنة إن روب 13 سنة الزرعة بتاعتك قدي كده وجاي النهاردة تقنع إنها هتكبر طب و13 سنة اللي فاتوا الدول هتعوضهم إزاي ما هو حاضرتك لو الزرعة دي ما كانتش يعني الزرعة دي لو كانت داد خالص كان زمانها انتهت هي إحنا سبب وجودنا النهاردة إن إحنا لأ الزرعة بتكبر بس أورجانيكلي وبهدوء شديد لإن ما فيش ما فيش حاضرتك وفي حاجة في 13 سنة ما تشوف لازم تبقى تشوفها يعني حالك حتى إما جيت عملت يعني ما زاكرتش يعني ما زاكرتش يعني أنت في البزنس بتاعك بتاع الإدوكيشن بزنس ده هتلاقي أجعص ملتبل أربعة أو خمسة أرباح يعني حاضرتك الشركة ما أنا مش عاملوا على الأرباح بتاعنا اتنهاردة أنا عاملوا ديسكانت الكاشف له على الخمسة سنين ما فيش حاضرتك ما حاضرتك ما عملتهمش في 13 سنة هتعمل في خمسة يعني علينا إحنا ما هو لا معلش أنا أمساري أنا أحبك جداً وحابب اللي إنت بتعمله بس أنا النهاردة دايماً ببص على حاجة ببص على الشخص اللي ورا خب أصدقاً يعني هذا إنت عماية تفيريش على الخمسة سنين جايين طب إنت أخذ التطور السنة فأنت أول ببصت على الهيستري عشان ببصت على مستقبل مظبوط مظبوط لكن المستقبل أنا شايفه لو معايا الناس وقوية وناتويكس يساعدوني زي ما حالك بتقول بليز بليز ما تقولهاش تلك بليز ما تقولهاش تلك والله العظيم ثلاثة وأحلف لك جبولي مصحف كلام اللي في دماغيك ده غلط الشجرة بتطلع من تحت الأرض لوحدها وبتجبر وطلع فاكها لوحدها مفيش حد بيساعدها هي بتلاقي الميا بتاعتها من قوتها من قوتها ولا محتاج نتورك ولا محتاج كونكشنز وكل واحد عنده القدرة لوحده إن هو يعمل أكبر شجرة يعني فيه أكبر من أبل ابتدا في جاراج رجل نايك كان مخزن الجزم بتاعته في القوضة عنده بتاعت النوم محدش ساعده روح حضرتك شوف الكلام اللي أنا بقوله الحاجات التكنولوجي طيب أنا مش عايز أجدل محددك بس أنا أوت ده اللي تحب نفكر في موضوعه أنا بقولك علشان يبقى فيه أوفر فعلاً صالد كده وبتاعنا هنعتبر إحنا هنبني مكان ونصرف عليه بأربعة مثلاً مليون ويبقى في أربعة تانية بندخها في البزنس زي ما نشوف البزنس بلان يعني فيها يعني أنت عندك مكان مدفوع الإيجار بتاعه ولا الإيجار بتاعه؟ لا لا إحنا هننشئ مكان فروم سكراتش أيوة وإيجاره؟ هنقجر من الهما اللي هدفع لنا إيجار هدفع إيجار يعني أنت بس إنشاء المكان إنشاء المكان إنشاء المكان تجهيز المكان لغاية أربعة مليون جنيه بالظبط لا لا هو الأفر كله على بعض وهو أفر واحد بس المكان من عند عبدالله هنصرف في الأربعة سيجنية 2 مليون كل سنة وناخد خمسين مليون بزنس هناشئ في بزنس بطانة واضحة لأربعة سنين 2 مليون جنيه في السنة غير المكان لا نجي المكان نجي المكان أنا محصول شكري قصدي قصدي هنتعملهم على الإيجار المكان الإيجار لكن مش لا لا أصحوه في تجهيز هو بحتاج شوية تجهيز هنتكلم فيها أنا هسهلها هيجهزوا مكان مكان ده بالفاتورة تكلف 2 مليون جنيه تكلف 3 مليون جنيه تكلف 4 مليون جنيه هيتبقى لك 4 مليون جنيه هتخده على 4 سنين مظبوط كده أوكي مقابل 50% هو معاك طبعا ومحوش مقابل إنك بتكسب 25% الراجع بقى طبعا الحاجات دي كلها أنا ما عنديش مشكلة إلا في حاجة واحدة إن إحنا لو أخدنا المليون في السنة فهترجعنا تاني إن أنا أنا محتاج عين تيم عشان أقدر أكبر فإن أنا أجيب الماركتينج تيم والناس اللي هتشتغل معاها إن ستكون إن ستكون مقابل إنت مقابلش محتاج خلي بالك إنت مقابلش محتاج التمانية كلهم لأن في مكان أنا فاهم أنا فاهم ما هو التمانية دي كانت جزء منها رانين كاست و جزء منها تجهيز المكان كنت فيه فيه تقسيمة واضحة كات عندك كده إيه هنا وقده إيه هنا كده 3.5 للمكان وال5 مليون حلها سهل حلها سهل إنه إنت هتعمل بودجت بلان لو إحتاجت في البودجت بلان ده إنك يحطوا مليون ونص أول سنة يعني مش هتبقى مشكلة بالنسبة له يعني فمش هي دي الإشي يعني على حسب الكاش فلو من مليون لمليون ونص ما تبقاش بس الدين إنه إحنا لا هي هم هيبقوا شركة معاك بارتنر ما هم فهيشوفوا الكاشف له وهيحلوا هالك لو احتاجت عددك ما قلتش لي ما تقولت ليش أي حاجة نعم 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 رأيك في رأي دي الهائل طب مش هتلاقي دي الأحسن من كده مش هتلاقي يعني ولولا نبقاش الله هو اللي عمل الهندسة بتاعت الموضوع طيب خلاص إن شاء الله خير مبروغ 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 أنا قلت له موارا يعني أخلي المواند في السحمة مبروغ إن شاء الله إن شاء الله بس أنا نفسي تسمعك كويسا مساء الخير أنا هودا حسني مدير التنفيذي لفول تانك وأقدم لكم الشافرامي سعين مبني على فكرة خدمة التوصيل بنقدم فطار مصري فول وطعمية بمشتقاته وعندنا اتقارات في المانيو خلوني الأول أحكركوا على مشكلة صغيرة كابتقابيني أول ما ابتديت أشتغل وهي كنت بسح الصفح بادري أجري ألحق معادي في الشغل وأنا قعدة كده على مكتبي وببتدي أشرب القهوة بتاعتي بقعد أفكر أنا هافطر إيه النهاردة خلينا متفكين إن كل واحد فينا وليه أسلوبه اللي هو بيحبه في الفطار يعني فيه اللي بيحب يفتش ساندويتشيز فيه اللي بيحب ينقنع كذا حاجة مع بعض وفيه اللي بيحب يأكل فطار صحي فالنهاردة هو ده اللي فولتانك بيحاول إنه يقدمه إنه يحسن تجربة الفطار عند الموظفين في الشركات اللي بيميز فولتانك إنه بيقدم فطار مصري بأعلى جودة ممكنة وفي نفس الوقت سعره في منطقة ناول الموظف المتوسط إنه يقدر إنه يأكله كل يوم غير إنه هم تقدم فطار المصري التقليدي وده بنقدم عندنا ابتكارات في المانيو زي فولبر باربيكيو ساس طعمية بالموزاريلا إيه كمان مختلف؟ بنقدم حاجة اسمها بوكس الفطار وده عبارة عن بوكس الفطار فيه أنواع مختلفة من الفطار لشخص واحد وفيه حاجة اسمها البوكس الصحي أو البوكس الهالتي وده فيه أنواع مختلفة من الأكل الفطار الصحي برضو لشخص واحد الفكرة ابتدت في 2012 لما ابتدينا ببجد صغيرة جدا جبنا مكان صغير وعيننا عشر موظفين وابتدينا نبتكر حاجات في المانيو وإنه ابتدي نحنا نوزع لشركات اللي حوالي ده فطار ببلاش ونقولهم لو انبسطتوا ارجعوا وكلمونا تاني وعلى فكرة دي كانت طريقة التسويق الوحيدة اللي عندنا لغاية من قريب بعدها بست شهور حصل إن فول تاك بقالوا اسمه في الماركت كويس وبعدها بسنة معدل مبيعات زاد لـ 200% والنهاردة إحنا عندنا السامتر الكيتشن بتاعنا الفرن بتاعنا عندنا فرع في الدقي والرحيب وفي جامعة من الجامعات القاد بتاعنا 25% على خمسة مليون ليه؟ علشان عايزين نجيب أوبريشن سيستم قوي نطور كمان الإدارة الموجودة حاليا في فول تاك اللي هي بايدو وي موجودة من دي وان بغاية النهاردة ننتورها وندعمها بالريسورسز والترينيج علشان خاطر تساعدنا في الإكسبانشن ونقدر إن إحنا ننتجت في جميع الجامعات والمدارس ومجمعات الشركات ونقدر في خلال ثلاث سنين يكون عندنا على الأقل ثمان فروع برافو أخبارك إيه؟ الحمد لله كل تمام؟ جرائب شكرا حركت مدير التنفيذي وone of the founders؟ نعم أوكي، وفي حد حدك شركة تانين؟ أه، اتنين، أخويا وواحد صاحبه ومعنا انبسور أيبليفر أعرف عنكم يعني الاسم طبعاً is well known عايز أعرف آخر مبيعات بتاعت 22 السنة اللي فاتت 4 مليون 700 والسنة دي حنقفل على 7 مليون والسنة اللي قبلها اللي هي 2020 كانت 2021 عملنا 3 مليون 200 أوكي، حرك ما بتقولي فارع into cloud kitchen يعني حرك فارع يعني another cloud kitchen اكزاك ما عندكوش محلات لا، عندنا بس آوتفيت في جابعة من الجامعات بدأتوا في 2012، ماذا؟ بالضبط يعني بقلكم طيباً عشر سنين عشر سنين بالضبط مش مدة طويلة؟ آه، احنا أول ما ابتدينا، ابتدينا ببجت صغيرة جداً ابتدينا الشركة بـ 450 ألف جنيه وكنا واخذين مكان صغير وكنت قابل لمسكة الموضوع وما كانش عندي نوها وخالص إن إحنا إزاي نجمة والحقيقة في حاجة كانت موجودة في full tank إنه دايماً كان بيبع عليه demand يعني كان دايماً كنا بنحاول بـ word of mouth إن إحنا ننشر الـ awareness للناس ودايماً بيبع فيه demand عليه جامد قوي فكانت فيه مشكلتين، أول مشكلة ما كناش حطين له budget marketing محترمة عشان خاطر إن إحنا نقدر نتوسع المشكلة التانية أنا ما كانش عندي know-how الكافية إن إحنا نقدر نتوسع بـ operation wise ما تبقاش get affected فأخذنا learning curve عالي جداً من أول 2012 لغاية 2016 بعدها دخل معنا الـ investor الـ investor ده كانوا بـ limited ticket size معين دخلوا معنا بـ 800 ألف جنيه وهنا لما قدرنا إن إحنا وقتها إن إحنا نجيب central kitchen بتاعنا وتجيب الفون بتاعنا ونبتدي إن إحنا نتوسع تاني وفعلاً توسعنا وكنا كمان موجودين جوه شركات multi national وابتدينا نبقى موجودين جوه جامعات وكان الـ expansion تبتدى يكبر بطريقة مش طبعية حصل بعد كده، كنت لما كافة حصل طبعاً إنتوا عارفين إن معظم الشركات قفلت فاطرينا إن إحنا نقفل الدنيا كلها وما كناش عايزين إن إحنا نتنازل عن الموظفين اللي عندنا فقدرنا مخليينهم معنا لغاية ما رجعنا تاني الدنيا تفتح، وابتدينا بقى الـ growth ابتدى يببطيق جداً لإن إحنا كنا ما عندناش أي خلاص resources تاني إن إحنا نقدر نقوم نفسنا بنفسنا فإحنا قومنا نفسنا بنفسنا from scratch من ساعة كافت وإنت متفرغة تماماً تحياتي بقوم واضحة علي طب لو إنت قررنا ما بين أسعاركم وأسعار اللي هما المحلات العادية أوكي، النهاردة إحنا الموجودين ونفسين بتاعنا في السوق إحنا أربعة مع بعض إتنين منهم إحنا أقل منهم بـ 12% واحد منهم إحنا نفس الأسعار بتاعته وإنما المانيو بتاعنا مختلف الأسعار المعتادة بتاعت المحلات المعتادة اللي إحنا عارفنا بحات الفول والطعمية إحنا أكتر منهم بـ 20% وأكتر من عربية الفول بـ 40% يعني في طريق كلفة دي بقى حررتك الأفريد شاك بتاعنا ممكن حررتك تفتر بـ 10 جنيه وممكن تفتر لغاية 55 جنيه أوكي، هفتر إيه بـ 10 جنيه تفتر فول ساندويتش أه، واحد ساندويتش فول يعني طبيعي لو حررتك هتفتر ثلاثة فول لده العادي يعني لو بني أدم طيوب يأكل ثلاثة صاندويتشات فول ده غالباً هيبقى بسهم بـ 30 جنيه أو 35 جنيه طيب عايزك تحليلي كده الأرباح بتاعتك ماشية إزاي أو الـ 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 عالية جداً وإنما مع الـ ومع كل ما بنتوسع كنا الـ 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 طبعاً السارة اللي فاتك كان ما كانش فيه ربح كان فيه نيكاتف بس نيكاتف 0.2 النهاردة السنة دي إحنا هنعمل بروفيت 3% وبعد كده بقى مع الـ او مع الـ اللي إحنا عملينها الـ بروفيت حيبتدي يزيب الـ لغاية 2026 حيوصل لـ 13% حجم السوق الده وإنتي إيه الماركت شير بتاعكم؟ حجم السوق هوج لإن إحنا أولاً بنتارجت الـ وإحنا عندنا الـ اللي هما بيبوا انتريست في الأكل بتاعنا من 25 أبتو 45 اللي هما النازل بيبوا راجلوري موجودين في المكتب في الوقت ده الصبح فإث يوجد إن إحنا كمان الـ الأربع الـ الـ اتنين منهم بيتارجت فيه طبعاً بيكلاس بيبقى مهتم بيهم ولنما إحنا بالنسبة لنا أكتر ممكن بيكلاس برضو يقدر في أفورد اس أكتر بي مش سي لا لا يعني سي بلاس عارفة هقولك حاجة سي بلاس لما يحب يدلع نفسه هياخد فول تانك بيكلاس راجل يلي ممكن ياخد فول تانك عرضه شاف ممكن إحنا نجرب البكل يلا بنتفضل واحد فول واحد تعمية عندك أي فكرة ناوية يبا عندك ماركت شارت دي انت عندك رتورن كاستومر بالزبط بس ما عندكمش تقريباً فكرة انتو بالتارجت وديه من الماركت لا بنتارجت الهيوتش نومبر في الماركت يعني يا خالي بيارك مش قذي حاجة بس ها مش بنتكلم بقى دلوقتي بس احنا كمان بنتكلم على ستودانت فالنهاردة لو إحنا عايزين أنتشرف في جماعات فيه اتليست اتليست عايزين جامعة في القاهرة بس خاصة دول اللي احنا ناويين نحنا ننتشر فيهم وغير بقى طبعاً الأماكن اللي عماء البزنس ديستريكت اللي بتاعت تفتح في كذا حتة دول ماللينين جي تدفعنا موجودين في كل حتة انت الرافينيو اللي راح من 4.7 ل7 راح بسبب مور لوكيشن ولا بسبب بسبب ده جروث لإن احنا دفعنا ماركتنج بس دفعنا ماركتنج بس في السنة دي 80 ألف جنيه والخمسة مليون اللي انت طلباها ناويين تووظفوها في ايه؟ أول حاجة هنجيب قوي عشان مع الإكسبانشن هنحتاج نجيب قوي عشان خاطر يقدر ان هو يساعدنا في التواسل هنطور الإدارة اللي موجودة من ناحية الترينج ومن ناحية الريسورس اللي احنا هم هيبقوا محتاجينها هي الإدارة المالية وإدارة التسويق وإدارة السابلاي تشين يعني الجميع أنحاء الإدارة وبعدين هنجيب محتاجين محتاجين محتاج جدا لإن احنا بنجيب البضاعة بتاعتنا مش بكميات كبيرة النهاردة لما نجيب محتاج ده هيساعدنا جدا إن احنا القوص بتاعنا يقل فال40% دي هتقل واحد أولا هتجيب مثلا الفول اللي بيبقى معاد في السنة معين القوص بتاعه بيقل سعره قصدي بيقل جامد قوي بيقل مثلا حوالي 20% إحنا لما يبقى عندنا ستورج كبيرة هنجيب كميات كبيرة أي من الفول مش بس هتقلل لنا القاست هتكبان هتخليه كونسيستنة للسنة كلها أوكي؟ وبعد كده غير الستورج هنتطور مش هنتطور الكيتش هنجيب كيتشن أكبر محتاجينه علشان خاطر يقدر يستحمل التوسط اللي احنا عاملينه وغير كده بقى فيه كياس هنجيبهم عشان نقدر نحن نعم متوجدين في أماكن مختلفة معلش ممكن تشتحيه الحصول إزاي على العشرين مليون هوا اوكي بيزيكلي إحنا عملناه على خمس واشر مليون إنه هو الرافينيو بتاع السنة دي السابعة مالتبل تو أو إيبدا السنة الجاية مالتبل 5.5 إنتي متوقعي له للسنة الجاية 2.750.000 2.750.000 هو الميزة طبعاً إن إن البرايس رينج بتاعك كومباتيتف فده يعني يقدر يشغل على الماسس بس إزاي يبقى سكيلبل إزاي يبقى فيه حاجة بتروح المدارس أو الجماعات تدخل تتسخن بدل ما بنقعد نغرف لا ما هو فيه أكل بيتسخن وبيبفروزه فيه أكل بيتاكل على مينوت فإحنا النهاردة لا هو الفول بيتاكل فراش بس هوافر الوبريشنته مش مستهلة قوي لإنا عند حضرتك الفول هنا بيتحط في البقى مغي أورادي بيتزبط في الكيتشن عندنا بيبقى فولي كوكت بيجي هنا ما بيبقاش محتاج أي حاجة غير إن هو يتغرف وإن هو يبقى فراش بالنسبة للطعمية بس ما بيعملش أي حاجة غير إن هو بيقليها برضو فهو بيزيكي البروزيس كلها ما بتاخدش أكتر من عشر دايق معاه بكتير قوي لو بنتكلم فيها على قلي وكميات كبيرة يعني أنا مشكلتي لازم بتاعتك تبقى واضحة يعني أنا حاسس إن بتاعتك لازم تبقى ويمكن أنتوا كنت ابتدتوه بدري شوية أوكي دلوقتي هو الوقت بتاعه ده هاي أنت مركزة أكتر على أوكي 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 اللي أنت تبقي مفكرة فيه إنما كفاليواشن في فود في كونسيبت زي كده هيبقى صعب قوي الفاليواشن التطالب هو أوكي طيب خليني أقول أوضح أنا ليه بنتكلم في موضوع الكيسكس و الكارتز أول حاجة زي ما أنتوا قلتوا فول تانك بقى له عشر سنين مفيش ريفينيوز براميسن خالص وإحنا النهاردة بحاجات صغيرة جداً بلو كاست عارفنا إن إحنا نحقق الرافينيوز اللي إحنا حققناها النهاردة أوكي يعني حركة غيرتي استراتيجي أو حتغيري استراتيجي ما غيرتهاش هي هي نفس كل اللي حصل هو كلاوت كيتشن موجود أوكي وإنما الكيوس هتسابورت ريفينيو ستريم عشان نحقق الأرقام اللي إحنا قلنا حققها في خلال ثلاث سنين علشان ثي ستريم هتبقى موجودة بقى ليها بلان تانية خالص كنت عايز بس أعرف إحنا من 2012 لغاية 2020 عملنا قدين مبيعات 23 مليون مصر تقريباً لأن إحنا ما كانش عندنا أزويساد إن إحنا ما كانش عندنا خالص أي نوع من أنواع الماركتينج كنا مبتدين في مكان صغير جداً وابتدأ الجروث بتاعنا يعلى بالراحة جدا لغاية ما وصلنا 2016 ده لما البلانز كلها اتغيرت وابتدأينا بقى أن نبقى متوجدين داخل شركات وداخل شركات غير إن إحنا ما موجودين في جامعة لأن الشركات بيبقى خير قوي الموظفين اللي فيها وكنا كترينagi إلى شركات مالت ناشا عندي مشكلة أطитай ان انت من 2012 لغاية النهاردة في ناس ما كانتش موجودة والنهاردة مبيعاتهم بقت أكتر من 100 مليون في المجال بتاع الأكل ومجال القريب من كمان البراكفش والأوريانتل من البراكفش والأوريانتل فمشكلتي أن أنا مش شايف أن المشكلة عندك في حاجة أنا شايف أن المشكلة في حاجة جوه جوه يعني لازم تخشي تشوفي إيه إن مخلايا الشجرة دي ما بتكبرش هقول حضرتك الناس اللي حضرتك بيتقول عليهم لما ابتدوا ابتدوا بفانز محترمة والله والله لا أنا عارفهم لا يعني بصي حريك إيه ممكن حريك بتكلمي على الحد أنا بتكلم على الحد حريك الشجرة البذرة ما بتيك تتزرع تحت الأرض ما فيش أي مساعدات خارجية هي لازم تزوء أيها بصنعاتهم ماتدوا فانز أدي وهي لازم تكبر أي حد حضرتك حضرتك إحنا كلنا دايما بنجيب إنه ده حد ساعده ده كان بابا عنده محل ده كذا لا أنا ما قلتش كده خالص أنا عارفة الكابيتل بتاعهم كترعامل إزاي لما ابتدوا والله والله ربعمائة وخمسين ألف جنيه حريك ربعمائة وخمسين ألف جنيه في 2012 يعني مئة ألف دولار فيه ناس أصلا ما كانتش عنده الرقم ده يعني قرب المئة ألف دولار من الناس كمتشمتون إحنا بنكلم على الفوليوم بتاعي بعالي قوي فيه ناس حضرتك يا حريك عارفة إن هم فتحين في الحاجات اللي فتحت تحت كباري والكلام دوت بقى عنده أكتر من 15 و 20 محل فولو طعمية بس يعني فيه حريك مليون ألف حاجة لا حقول حريك حاجة فيه كده نقطة حريك قلتها أنت مش فولو طعمية بس أنا مفيش حد قالك تلعبي فولو طعمية بس أعمالي أنت عايزان ما أوكي؟ ما هو ديس اس وقت إن إحنا ويرسينج دلوقتي حقول لك حاجة أولاً فيه ميزة في الموضوع إن إحنا بس الإجريدينس بتاعنا إن إحنا بنطلع فرايتس كتيرة قوي في المانيو على إجريدينس معينة فده مخلي القاس بتاعنا ما يبقاش عالي جدا واحد اتنين إحنا بنقدم فولو طعمية بس بس بكذا طريقة وعندنا إحنا وي آر أوب إن إحنا نفتح أنا فاهم أنا شايف حداك إنتي معنكيش مشكلة إنتي مشكلة لازم تبصي بصي من الداخل للخارج إنتي مش محتاجة فلوس مش محتاجة مساهم إنتي محتاجة حاجة جوا الشركة نفسها اللي هي الإدارة مش عارف هي الطريقة نفسها اللي أنتو ماشيين بيها اللي هي الإدارة يا فعندما اللي هي الإدارة اللي هي ناقص فيها حاجات معينة محتاجة تدعم بيها and this is why إحنا ويراسكين على الفونز عشان محتاجين نتطور الإدارة وندعمها تساعدها النوهاو دلوقتي هو عندنا 100% عشان بس ما تتعبيش نفسك عشان أنا مشيت في كل الكصص دي أنا برضو كنت فترة من الفترات بقول أصلا أنا ما كانش معايا فلوس كفاية عشان أجيب إدارة عشان تصلح لي حضرتك اللي هتصلحي المشكلة بنفسك أيوة هي بتصلح عشان أنا مجالي الفلوس بعد كده وجبت الإدارة بوزتلي الدنيا لأ بس أنا هقول حضرتك حاجة لما بنعمل ادارة إدارة قصد حضرتك مش قصدي أوتسورس حضرتك قصدي خد يعني it is from insight يعني دي حاجة دي حاجة دي حاجة يمكن أنا أختلف فيها أنا بس عندي راضي أنا بس الفكرة أن أنا عندي راضي دي أكتر حاجة أنا أقدر أنصح حضرتك بيها أنا مرسي جيدا أنا نصي حضرتك بس أنا بس الكومنت اللي عايز أقوله إن النهار ده اللي أنا مش حطي إيدي على الكورد ده ما كانش هيبقى فيه الجروس 48% من السنة للسام يمكن بقى إن شاء الله ده حاجة جديدة بقى من غير أي ما نحط أي فلوس من جبني حاجة جديدة بقى مش مفروض تحطي فلوس من جبني ما أنا عارفة ما أنا بقول حدث 48% ده بيبين إن استراتيجي بتاعتنا ابتدت تمشي في الطريق الصح بس هو ده اللي بقوله أنا آآ يعني أتمنى حريك كل خير وياردت كوني سمعتي اللي أنا قلته وعني حريك برحتك بس هو فعلا من قلبي والله أنا عارفة باين والله وأنا آآ 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 يعني المظلومة مش مقفولة كلها فأنا برضه وقوم ما فيش مشكلة أنا عجبني حماسك جدا بس مشكلة الوحيدة أنا مش عارف أنا كإنفستر ممكن أساعدك إزاي فعشان كده يعني مش لاقي يوجولي إحنا لازم يبقى لنا إموت في إن إحنا نساعدك تجروه أنا معجب بالكاتجري اللي انت شغالة فيه عشان دوت يعني كاتجري يعني ما هواش غالي أنا آوت بس أنا عندي مدرستين خمسة آلاف طالب هعملك بقى سلط بحيث إنك تبتدي فيهم وبردك يعني برضك ممكن تتكلم مع أحمد على المدارس اللي هو فيها هنحاول نساعدك خلينا بتدي نقولك إن أنا أنت باكل فول تانك يوم أو يوم لا فأنا عارفة البرودكت وبحبه جدا وبرده طبعا عندي نفس مستغربة سنة لأنه هو من أحسن البرودكت اللي موجودة إنه ما جبيرش قد التانيين قد الكمبيتشن أنا مشكلتي إنه أنا ما قدرش أقول إن ده سكيلبل على الماس لأنه هو ستيل أغلى زي ما أنت قلت تقريبا تلاتين أو أربعين في المية من الماس نعم صح وفي التارجيت سيجمنت اللي انت فيه اللي بتخطبيه فيه كذا حد في الكمبيتشن بيقدموا تقريبا نفس الحكاية فمش عارفة أشوف الأج وهم خدوا أيمن قال حاجة صح هم خدوا فرصتهم وكبروا قوي في الفترة اللي فاتت فبقوا very it's tough competition at this point فللسبب ده أنا It's ok إيه اللي بيميزك إيه الأجي اللي ما حاجة يدعي يكومبيت إيه اللي يعني 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 ناس جريت أنت ممكن تكني بدأت في الفين وطناشه ناس جريت أسرع منذك بكتير آه في ناس هوريد بدأت بعد كدهو جريت أكتر بكتير الناس الي جريت جريت في دائريكشنز مختلفة بمعنى في حد تلاه ريجنال أوكيي ويتش إزاميزن وفي ناس تانية عاملة نفس البرادتك بتانا وإنما عندهم فريتي أكبر بكتير من المنيا وإنه أكثر كبيراً يعني الراستوران والناس بتروح وبتعد وأسعار بتبقى أغلب كتير من عندنا والتاني آخر حد من معنا في الكمبيتشن ده بيقدم برضو فول وطعمية بس المانيو بتاعه very very limited إحنا عندنا فرايتي أكتر من كابة كتير موضوع البوكسز ما حدوش بيقدمها غيرنا موضوع فيه راسبيز معينة ما حدوش بيقدمها غيرنا وفيه ناس بتبقى عاجبها يعني بس دي حاجة سبجكتف موضوعش أتكلم بها على موضوع الكواليتي أجان يعني أحمد إنو اللي آوت هاخد دوص ديئة كمان مع بعض الأعود بالنسباني صعبة قوي وكله آوت بس أنا حاول حاجة معلش برضو أنتي خامس مرة أو سادس مرة تسترس إنو الجروس حصل من السنة من السنة اللي فاتت حاجة واربعين في المية وشي بيت وورييغ مي أوكي هنأتقابر بعنو كوفيد من سكراتش سنس كوفيد من 2020 ل2021 إحنا عملنا 25% ويتشوز نور ميل عشان كان كوفيد فدي مش هاخد عليها كرادت خالد محدشين هياخد عليك أنا أعجب لحركة إن في كوفيد كل الشركات اللي بالموضل بتاعكو طلعت زي صواريخ برضو أحب أوضح الحيات تدي لا 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 سوري بالعكس أنا أحب أن أنا أشرح أكتر إحنا ميل لي الأودينس بتاعنا أو الكاستمرز بتاعنا شركات كل الشركات دي كانوا يعملوا من الموضل فهنا لم يعمل بس أول ما راجعوا تاني الجروث حصل على طول بس حررتك كنت مفروض تعملي شفت على طول بأي طريقة ما في الوقت ده عشان أنا مثلاً ولادي بيحبوا يأكلوا فول وطعمية كل يوم جمعة بس حررتك النهارده الماركت هناك وبيطلبوا صح صح بس حررتك النهارده كان واحد في البيت أنا عايزك تركزي مع أحمد لا ساري ساري أم مش قضي حاجة ده بيت واحد ده بيت واحد ده بيت واحد بس كتير ايما هو ده اللي بقوله شركات فيها 30 موظف 40 موظف كلهم بيتلوبوا في نفس واحد بعد الشهر رجع تاني بقى عندنا مشكلة ان الشركات او الدنيا تغيرت ان النهارده الشركات بقت تشتغل أوفلاين زي ما في أوروبا مرجعتش تاني في حتت كتير هتعملي ايه؟ في جماعات وفي مدارس انا مش شغالة انا مش شغالة على ديركشن الشركات بس دلوقتي وهو ده اللي بقوله ان الفوليوم بتاع الجماعات والمدارس بيبقى أعلى بكتير this is why انا مركزة فيه عشان بيجارنتي ريفينيو ستري أعلى بكتير تي بتكلمي كويس والله you're very passionate عندك طاقة you represent yourself well كلمتين لقطعهم لك في يوم الشفاء والله we have a better apprehyang you are اشتركوا في القناة